أخترت أن نتحدث كمحطة أولى عن التحرك العربي الذي تم الإعلان عنه ضد هجمات أرامكو والموقف العربي صحيح كان هذا التصريح الإعلان عن تحرك عربي مرتقب جاء عن لسان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت قال فيه أنه فور معرفتهم بنتائج التحقيقات بشأن الهجمات الرابع عشر من سبتمبر التي استهدفت طبعا منشآت المنشآت السعودية ستقوم جامعة العربية وجميع المؤسسات المؤثرة بالتحرك للرد على هذه وبخصوص الاتهام إيران من غدمه وأبو الغيت قال أنه رغم اطلاعه على التقارير تشير أن الأسلحة المستخدمة هي إيرانية الصنع لأنه أكد أنه بانتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة نعم هناك تجنب في تسرع بأطلاق الإحرام واتهام إيران وهم بانتظار التحقيقات طبعا هناك تأكيد بأن التحقيقات ستظهر قريبا جدا من يقف وراء هذه الهجمات ولكن في نفس الوقت وطبعا الهجمات وصفها بالإجرامية وأكد على هذا الموضوع